بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وكذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شبق علام وكذلك للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مؤمريات حفظ السلام بوزارة الداخلية وقال وزير الداخلية أنه في هذه المناسبة علينا أن نستلهم المثل والقيم الرفيعة في الصمود وتضحية إيمانا برسالة سامية تحقق الأمن والاستقرار وتدعم المسيرة البناء للتنمية وتحمي وطننا الغالي ترجمة نانسي قنقر